معسكر اللبنات يضاف إلى سلسلة المواقع العسكرية التي استولى عليها الحوثيون الجذل محتدم بشأن حقيقة سقوط آخر معسكرية الشرعية في غرب وجنوب محافظة الجوف فيما الصمت يلف موقف الحكومة الشرعية من تطور عسكري خطير كهذا بين مأرب والجوف وضمن مدرية الحزم يقع معسكر اللبنات التدريبي ومن هذا المعسكر إلى مارب ثم تمسافة لا تزيد عن 40 كم فقط فيما لا تزيد المسافة التي تفصل بين المعسكر ومعسكر تداوين الذي تتمركز فيه قوات التحالف سوى بضعة كيلومترات فقط تطورات الساعات الأخيرة في الجوف تأتي وسط أنباء تنقلتها وسائل إعلامية مرتبطة بإيران والحوثيين تحدثت عن خلافات يغذيها الفرز السياسي الحاد في مارب برعاية مباشرة من تحالف دعم الشرعية لأنباء كهذه دلالتها الخطيرة في ضوء الترتيبات التي تشهدها مارب هذه الأيام على نحو يظهر الانهيارات المنسقة للجيش الوطني أمام الحوثيين وتحت أنظار تحالف الشرعية على أنه تصفية شبه كاملة لتحالف 26 مارس 2015 بين السعودية والقوى اليمنية التي قاتلت الحوثيين منذ ذلك الوقت الإعلام الحكومي الذي صمت عن كل المعارك المفصلية السابقة من نهم إلى اللابنات ولا يكاد يلتفت إلى معارك صرواح تداول تقريرا عن اجتماع ترأسه في مارب وزير الدفاع محمد علي المقدشي وبحضور رئيس هيئة الأركان الجديد صغير بن عزيز شاركت فيه وهذا هو الأهم ما باتت تعرف بهيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني الاجتماع بحسب الإعلام الرسمي شارك فيه محافظ مارب ومحافظ عدة محافظات أخرى بالإضافة إلى وكلاء هذه المحافظات وناقش القضايا المتعلقة بمهام الهيئة الجديدة المتمثلة في استقبال وتنظيم استقبال حشود ممن أسماهم الاجتماع أبناء القبائل واليمنيين الشرفاء لإسناد الجيش الوطني في معاركة استعادة الدولة والهوية اليمنية وكرامة المواطنين وفقاً للبيان الصادر عن هذا الاجتماع يحدث في مارب ما يشبه تصفير عداد المعارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية على مستوى التحالفات والأدوات وحتى على مستوى الأرض التي تمت حيازتها بدماء مئات الشهداء توجه يفسر كيف يتقدم الحوثيون في أرض المعركة ويستعدون المعسكرات في معارك منتقاه يشتد فيها تدخل التحالف ويفتر حسب المخطط الكارثي الجديد